هؤلاء هم الدفعة الثانية المتخرجة من الجيش الوطني تلقوا تدريباتهم من قبل القوات السودانية المتواجدة في عدن بعد دفعة أولى أشرف على تخرجها الرئيس عبد الربو منصر هادي وزير الداخلية حسين عرب قال إن الحكومة تسعى في الوقت الحالي لبناء جيش وطني يمثل اليمن الاتحادي في إشارة منه لتكوين جيش جديد بأسس مختلفة صحيحة هذه المرة غير تلك المتبعة على مدى الثلاثين سنة الماضية حين كان الجيش ينصع لأشخاص بعيدا عن الولاء للدولة واتباع النظام ما جعل هؤلاء الأشخاص ينحرفون بالجيش من مسار الدفاع عن الدولة إلى إسقاطها تحت عباءة الميليشيات التي أسقطت الدولة وسيطرت على العاصمة صنعاء والمدن الأخرى في الواحد والعشرين من سبتمبر العام الماضي عودة الدولة المنهوبة سيكون عبر عودة الجيش المنهوب معادلة فهمها جيدا الرئيس هادي وقوات التحالف ما جعلهم يبدأون بتشكيل جيش جديد نواته آلاف من المقاومة الشعبية وضباط وجنود من ألوية لم تشارك الميليشيا محاولتها تدمير الدولة والجيش والانقلاب عليهما يبدو أن هناك خطة من قيادة التحالف والجيش الوطني لاستبدال قوات التحالف على الأرض بأخرى يمنية والاطمئنان على وجود جيش وطني يستطيع الدفاع عن اليمنيين ويعيد إليهم الأمان المفقود أدعو كل الشباب اليمني إلى اللحاق بعسكرات التدريب لنبني جيشا وطني قادرا على دفاع هذه البلد نحن لدينا إمكانيات ولدينا شباب وهي خطوة قد تستغرق الكثير من الوقت والإمكانات لتصبح حقيقة واقعة ونمت بلوصا عالي لتنفيذي لتنفيذ حتى لو أدى ذلك للتضحية بحياتي هذه المرة سيتعلم هؤلاء بأن هذا القسم الذي يرددونه هنا سيكون لزاما عليهم المحافظة عليه لإبقاء الدولة التي تقع عليهم الآن مسؤولية استعادتها من بطش الميليشيا وقوات الرئيس المخلوع التي لم تفي بالقسم الوطني هل ستكتفي حكومة الرئيس هادي والتحالف بالعمل على تدريب جيش وطني لأجل المناطق المحررة فقط والحفاظ على الأمن فيها أم أن الهدف هو تنفيذ قرارات الرئيس هادي بإدماج الجيش والمقاومة في إطار وطني واحد للقيام بمهام تحرير جميع أنحاء البلاد التي ترزح تحت سيطرة الميليشيا والمخلوع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة